السلام عليكم زي ما ذكرنا راح نستعرض بعض المتاج الالكترونية راح تكلم عن اوبن كارت راح تكلم عن شوبي فاي وماجين تو هذا موقع اوبن كارت الأول هذا تقلب ان يتكلم عن الموقع والفيتشترز فيه لو تلاحظون هنا الـ themes اللي موجودة كتصاميم بإمكانكم لكم تأخذونها هذه بعض الأشياء القتوي اللي يستخدمها زي باي بال زي جوجل تشيكات والأمور الأخرى اللي تتابعة للدفع الالكتروني بإمكانكم تحملون الأوبن كارت من هنا طبعا الأوبن كارت يدعم عربي طبعا فيه منتدى الأوبن كارت أيضا يدعم اللغة العربية بحيث انكم تقدرون تتكلمون عن المشاكل يتواجهكم راح ننتقل للموقع الثاني هذا شوبي فاي طبعا جميع الخصائص اللي موجودة في الموقع بإمكانكم تصفحونها تعرفون قوة الشوبي فاي وليش يستخدم من قبل جهات أخرى واش الـ functions اللي موجودة فيه واش الـ الخصائص اللي موجودة فيه يعني مثلا هنا يذكرون أن شوبي فاي مثلا مستخدم في أكثر من 100 ألف أو عندهم 100 ألف قصة نجاح طبعا زي ما قلنا عندهم themes جاهزة بإمكانكم تستخدمونها تكلمنا عنه يدعم الجوال كـ applications ممكنكم تصفحون من خلال الجوال أو عملاءكم تصفحون من خلال الجوال هذا تقريبا شوبي فاي بإمكانكم تطلعون عليه وعلى الـ functions أو الخصائص الموجودة لشوبي فاي راح أتكلم الآن عن ماجينتو كمتجر ثالث هذا ماجينتو طبعا حضلكم الـ Enterprise Edition اللي هو الخاص بشركات طبعا هذا الشركات الكبيرة جدا ما أفضل أنكم تروحون لأنها كبيرة جدا يفضل أنكم تبدون بالـ Community Edition بدأت تسلسلون اللي تصلون الـ Enterprise Edition طبعا هذا ماجينتو بشكل عام بإمكانكم تدخلون على الـ Downloads وتحملون المتجر بعدين تركبون على السيربر طيب الآن راح تكلم عن المتجر الإلكتروني المتجر الإلكتروني وش المفروض تكوّم منه وش المفروض نقسمه وش الأشياء المفروض تظهر فيه وش الأشياء اللي مثلا نحتاجها هذا تقريبا بشكل عام خلني نقول standard موجود بشكل عالمي الأغلب المتجر الإلكترونية في العالم لو تلاحظون أول ما نبدأ فوق حط مثلا الشبكات التسماعية بحيث أن تكون سهلة الوصول وواضحة جدا أول ما يدخل الشخص نحط هنا مثلا البنر ونعطي مساحة بحيث أن يكون مساحة كافية أن البنر يظهر أو العلامة التجارية تظهر بشكل جيد حنا مثلا في Flourish حطينا هنا Logos الثلاثة أكثر ثلاث أسئلة توصلنا حسب الإحصاءات اللي نحن قاعدين نسويها في مدجر الإلكتروني الناس تسأل منتجات أصلية نعم هي أصلية 100% الناس تسأل عن رقم التليفون الخاص بدعم العملاء هذا رقم التليفون الناس تسأل دائما عن متى يصل المنتج بعد الشحن حيث نقول لهم من 24 ساعة إلى 48 ساعة من خلال فيديكس هذا تقريبا الهيدر وعندنا هذا اللي هو السلة أو الكارت اللي لما نضيف فيها منتجات راح تجي منتجات هنا وتعطينا قيمها بالإضافة إلى البحث وأيضا إلى لينكات سريعة عن التسجيل في المتجر الماركات اللي موجودة بحيث أن العميل يحط قائمة الرغبات اللي يبغاها لما يضيف للسلة يبغى يتمم الطلب ويشتري المنتج أو يسجل خروج من الموقع نلاحظ هنا الأقسام اللي موجودة عندنا في فلوريش الوصلة حديثا يعرض آخر المنتجات المضافة بشكل عام مكياج الواجهة للعيون الشفاه العظافر هذه كلها تصنيفات فرعية للمنتجات الموجودة عندنا لو تلاحظون هنا حاولنا نحط أفكت بسيط على المنتجات أو الصور الموجودة بحيث أنها تعرض المنتجات الموجودة عندنا بشكل جيد بحيث أنه لا يحتاج للعميل أنه يرقع ويروح للكاتيجرز لا ممكن هذه الصور توضح العميل وش اللي ممكن يتقل له هنا جديد أناقتك نحن نحطين شكل عام بحيث أنك لما تضغط على الرابط هذا أو الرابط هنا ممكن مثلا تطلع على جميع المنتجات الجديدة اللي وصلتنا هنا إذا كنت تبغى تشوف الفرش الخاصة بالمكياج هنا مثلا العيون الخاصة مثلا الكحل تجميل العيون العطور أيضا مثلا المنتجات الخاصة بالعطور الحقائب المكياج أيضا هذا من ضمن الأشياء اللي قاعدين نوفرها في متجر فلوريش طيب هذا تقريبا البادي لما نروح لما الفوتر أو الجزء السفلي تلاحظون هنا المركات اللي قاعدين نبيعها في متجر فلوريش المركات اللي موجودة كمكياج كتوفر بإمكانكم تضغطونا على أي ماركة موجودة هنا ورح يطلع لكم المنتجات الخاصة فيها هنا النشرة البريدية اللي يبغي يسجل كعميل يبغي يصل كل جديد عن المتجر المنتجات الجديدة أو الإعلانات والتقفيضات ممكن يحط إيميله هنا بحيث أنه أي منتج جديد أو أي مثلا عرض خاص رح يجي على الإيميل أيضا نحن رح يحطين هنا الدعاية أنه رح يجيك شح مجاني إذا كانت مشترياتك بقيمة 500 ريال أو أكثر هنا الفوتر حطين معلومات مهمة من نحن كمتجر إلكتروني خدمة العملاء كمثلا بيانات الأسئلة الشائعة التي غالبا تتداول من قبل العملاء تصالبنا فورم أو رقم بحيث أن يقدر تصل فينا العميل طريقة الشراء اللي ما يعرف طريقة الشراء هنا طريقة الشراء مفصلة بالصور حساباتنا البنكية اللي بغي يحولنا مبلغ عن طريقة الحساب البنكي عن الشحن بيانات عن الشحن متى يتم الشحن كم قيمة الشحن هنا الماركات الموجودة ومتوفرة عندنا أيضا هنا الخدمات الخاصة بالحسابات تسجيل إذا العميل يبغي يسجل حساب جديد وهنا تسجيل الدخول للدخول على حسابه وعرض سلة التسوق وأيضا تتبع الطلبات ونلاحظ هنا موقعنا نحن موجودين في الرياضة المملكة العربية السعودية وممكن للشخص إذا واجه مشكلة أو مثلا ما عرف كيف يطلب ممكن تصل على الخط الموحد الخاص بالعناية بالعملة وأيضا هنا التواصل السماعي مرة أخرى هذا تقريبا بشكل عام رح نبدأ لكم من الأعلى رح نستعرض بعض المنتجات وكيف المنتجات تعرض وكيف نختار منتجاتنا أنا رح تكلمكم بشكل عام كمنتجات لما أشوفها العميل أيضا أنتم رح تبنون فكرة عند مثلا بناء متاجركم أنا رح هذه المنتجات مثلا موجودة إذا تلاحظون هذا التصنيف يتكلم عن مثلا وصل حديثا طيب وش وصل حديثا وش البريف عنه أو النبذة عنه هو مجموعة منتجات المكياجر حديثة الوصول إلى متجر فلوريش والعديد من أدوات التجميل العطور والإكسسوارات وكل ما يتعلق الجمال معناها هذا كاتيجوري كامل لأي شيء جديد بجميع التصنيفات رح يكون هنا أي شيء جديد يزل رح تلقونا في التصنيف هذا طيب أنا ممكن أبحث من خلال السعر مثلا أبغى منتج من 0 إلى 99 ريال أو مثلا من 100 إلى 200 ريال أو من 200 إلى 300 هذه كلها بإمكاني أضغط عليها ويطلع المنتجات الخاصة بسعر المنتج أو بإمكاني أبحث عن الماركة هذه كل الماركات الموجودة عندنا بإمكانكم تبحثون عن الماركات من خلال الضغط عليها ورح تطلع لكم المنتجات الخاصة بالماركة فقط طبعا المنتجات المشاهدة حاليا أو الحديثا هذه آخر المنتجات اللي أنا شفتها اللي طلعت عليها من قبل فيعرض لآخر المنتجات اللي أنا استعرضتها هذا تقريبا بشكل عام طيب خلونا نأخذ منتج من المنتجات مثلا رح نأخذ الماسكرة خلونا نأخذ مثلا من خلال براند أنا أريد أن أبحث لكم من خلال براند أبحث لنا نقدر أن نصل مثلا إذا كان منتج معجبني من خلال براند معين مثلا Urban Decay خلونا نضغط عليه طيب خلونا نأخذ منتج مثلا مثلا منتج هذا طيب المنتج هذا اللي تلاحظون أنه يتكون من عدة أجزاء في الصفحة الخاصة بالمنتج عندنا المكبر هنا أنه يقدر يوضح لي المنتج أيضا عندنا صور إضافية هنا بحيث أنني أقدر أشوف الصور الأخرى الخاصة بالمنتج سواء جانبية أو أمامية يعطيني هنا العنوان الخاص بالمنتج الماركة الخاصة بالمنتج هل المنتج متوفر أو غير متوفر أيضا اسم الماركة Urban Decay أيضا هنا لو تلاحظون أنا لما أوصف المنتج يعطيني إمكانية أني أقرأ المنتج ويمكنني من قراءة المنتج والنظر إلى الصورة بحيث أني أنا أقدر أقرأ المنتج أو مواصفاته واطلع على الصورة مباشرة بحيث أني أقدر أسوي مقارنة بين ما أقرأه وبين المنتج بحيث أن يعطيني معلومات إضافية يظهر لنا السعر للمنتج أيضا إظهرنا هنا إضافة للسلة لما المنتج يعجبني أبغى أضيفه للسلة عشان أشتريه أيضا هنا زي ما أقلت لكم أغلب ثلاثة سئلة وبإمكانكم أيضا تشاركوا المنتج هذا مثلا أعجبك تبغى تشاركه من خلال الرسالة للشبكات التجماعية بإمكانك مثلا تشاركه من خلال تتضغط عليه ويطلع لك الرابط الخاص بالمنتج وشاركه بحسابك في المتاج الإلكترونية طيب خلوني أنا أضيف المنتج هذا للسلة يعطيني الآن رسالة أن المنتج باسمه تم إضافته إلى سلة التسوق لو تلاحظون المنتج صار موجود عندنا في سلة التسوق هنا خلونا نأخذ أكثر من المنتج راح أبحث مثلا بنفس الماركة ممكن أضغط على الماركة هذه اللي هي نفس الماركة ممكن أنا أختار منها أكثر من المنتج مثلا أبغى أخذ المنتج هذا مثلا قريت عنه وشفت سالة وأعجبني وأبغى أحصل على المنتج هذا أجي وأضيف للسلة أعطيني إضافة إلى السلة أنه تمت بنجاح وأيضا أقدر أشوف المنتج هنا في سلة التسوق لو تلاحظون على اللي صار في منتجات متعلقة هذه كل المنتجات الشبيهة بالمنتج هذا اللي أنا اشتريته بحيث أني ممكن أنا أضيف المنتج لو أعجبني مثلا أختار المنتج هذا مرة ثانية وأقدر أضيف للسلة لو أعجبني طيب الآن حنا انتهينا من عملية التسوق اخترنا منتجين يعطيني هنا استعرض المنتجات عندي عدد 2 منتجات موجودة في السلة أنا أبغى استعرض المنتجات من خلال السلة فعلا أتأكد أن عندي العدد واحد السعر 319 ريال والأيضان الثاني أبغى أستعرض المنتجات حيث أني أشوفها بشكل أكبر الآن هذه المنتجات الموجودة عندي بإمكاني أزيد الكميات بإمكاني أسوي تحليل المنتج أو بإمكاني أحذف المنتج إذا كنت أبغى تخلى عنه ولا أبغى أشتريه يعطيني هنا لو تلاحظون السعر الإجمالي والمجموع الكلي إذا كان عندي كوبون خاصم أنا ممكن أطبق الكوبون هنا أكتب الكوبون اللي موجود وأضغط على استخدام كوبون بحيث أنه يعطيني السعر النهائي بعد عملية الخاصم أو مثلا الشحن المجاني على حسب الكوبون إذا كنت أبغى أستمر في التسوق عندي سعر أو زر استمرار في التسوق أنا أبغى أنهي الطلب أتم الطلب وبحيث أني أكفع المبلغ أضغط على زر إتمام الطلب الآن انتقل بي إلى خطوات إنهاء الطلب طبعا هنا يعطيني العنوان الفاتورة أنا مثلا كاتب اسمي يزيد الطويل العنوان الرياض هذا مثلا العنوان إذا أبغى أخلي المنتج هذا هدية بإمكاني أن أضغط الشحن إلى عنوان مختلف بحيث أن يعطيني إمكانية الشحن إلى شخص آخر بعدما أضغط استمرار راح أطلب مني العنوان الجديد لكن أنا راح أخلي على الشحن اللي هو عنواني أنا طيب راح نضغط على بيانات الشحن بيانات الشحن زي ما قلت لكم هي نفسها الشحن إلى هذا العنوان لذلك راح تكون بيانات الشحن هي نفسها لذلك راح يعطيني خطوة ثلاثة بدل خطوة اثنين لأن بيانات الفاتورة هي نفس بيانات الشحن عطاني الشحن داخل السعودية قيمته صفر ريال ليش؟ لأن عندي أنا منتجات أكثر من خمسمائة ريال زي ما شفنا قبل شوي إنه إذا كانت منتجات أكثر من خمسمائة ريال راح يعطيني شحن مجاني لذلك سعر الشحن هو صفر ريال راح يكون السعر مجاني راح يطلع لي بيانات الدفع الحسابات البنكية الخاصة بالدفع عندنا حسابات تحول إلى حسابات شركة رقمنا عندنا الحسابات الراجحي وهذا الأيبان عندنا الأهلي والأيبان وهذا تقريبا البنوك الأغلب تداولا الراجحي والأهلي وسامبا في السعودية وبناء عليها ممكن أن تحدد البيانات أو الحسابات التي تبغاها ممكن تضغط هنا استمرار بحث أن يعطينا ننتقل خطوة الخامسة اللي هي مراجعة وتأكيد طلب الشراء الآن يعطيني مراجعة كاملة للمنتجات اللي شرأتها هذا المنتج اللي شرأته هذه قيمته والعدد وهذا مجموع الفرعي وهذا أيضا المنتج الثاني قيمته والسعر المجموع الأصلي ما في شحن لأننا أخذنا شحن مجاني لطلب فوق 500 ريال هذه البيانات زي ما تشوفون واضحة هنا تقريبا هذا المجموع الكلي الآن أضغط على تأكيد الطلب راح يعطيني رسالة أن الطلب تم تأكيده تم استلام الطلب خلاص الآن الطلب وصل إلى الكنترول بانل أو لوحة التحكم الخاصة بالمتجر رقم الطلب هذا هو الدفع لازم يكون خلال 12 ساعة كرسالة نحطينها أيضا في نموذج لما سوي عملية الدفع لازم تعمل النموذج هذا عشان نطابق عملية الدفع مع المشتريات مثلا أبغى استارض المنتج حقي أروح للم الطلب رقم الطلب أضغط عليه راح يعطيني تفاصيل كاملة عن الطلب الطلب حقي وش البيانات اللي نخترتها هذا تقريبا بشكل عام عن المنتجات أو المتجر أكتروني راح أتصفح لكم مثلا من نحن هذا مثلا نبذة تعطي ارتياح للعملاء لما يقرون عن المتجر من الماسك المتجر أو مثلا اللي يعمل عليه مثلا الأسئلة الشائعة نحطي مثلا أغلب الأسئلة الجينة طريقة الشراء مثلا مثلا شخص ما يعرف يشتري وش الخطوات اللي ممكن نقوم فيها هذه مثلا الخطوات أنك تتسوق أول شيء بعدين ننتقل الخطوة الثانية اللي هي تدفع المبالغ بعدين نحن نقوم بعملية الشحن مثلا تبغى تطلع على الماركات اللي موجودة هذه الماركات اللي موجودة في متجر فلوريش بحيث أنك تقدر تضغط على أي ماركة وتتسوق من خلالها هذه تقريبا بشكل عام تصنيف خلن نقول العام لطريقة المتاجر وطريقة الشراء منها وبرضه كأدمن أو كمالك المتجر بمكانك تروح لحط التحكم تسارض فيها الطلبات اللي جئتك من العملاء العملاء اللي سجلوا عندك بياناتهم بحيث أنك تقدر تتعامل معهم تشحلهم المنتجات طبعا عندنا أيضا متجر آخر نفس الطريقة التصنيفات وعندنا الشعار وعندنا مثلا العناية بالعملاء عندنا سلة التسوق وعندنا أكثر ثلاث أسئلة جينة هنا مثلا التفاصيل الخاصة بالأقسام بطريقة معينة هنا الرسائل الدعائية في الوسط إذا تشوفونها حقائم مواليد مثلا من ديزني والأحذية وفساتي مثلا الخاصة بالعيد هذا تقريبا وهذه مثلا رسالة عشان شهر رمضة المبارك وفيها كوبون خصم بإمكانكم تستخدمون عند تسوق من بادز وهذه بعض المنتجات والمركات اللي موجودة في متجر بادز أيضا مثلا يختلف مثلا متجر بادز عن متجر فلوريش طريقة عرض المنتجات في الصفحة الرئيسية لو تلاحظون هنا في منتجات مباشرة بمكانكم تسارضونها كصفحة رئيسية مباشرة لكن في فلوريش لا فضلنا نحط مثلا البانرز كبيرة كصور بحيث أنها تسهل عملية شراء لكن بما أن عندنا تصفات أكثر في بادز لا نفضل أنها تكون المنتجات معروضة بشكل مباشر طبعا هنا النشر البريدية لو أحد يبغى يسارض مثلا المنتجات أو الخصومات التي تجعل طريق الإيميل هنا نبذع المتجر معلومات مثلا عن طريقة الشراء وكوبونات الخصم هنا مثلا خدمات العملاء الدعم الفني والأسئلة وهنا حاطي مثلا بيانات عن مقاسات الملابس كيف الأمهات يقترون الملابس لأطفالها ومش المقاسات المفروضة كيف يعطنون بملابسهم مثلا من ناحة الغسيل ومن ناحة درجة الحرارة للماء هذه كلها موجودة الأسئلة الشاععة مثلا الأمور المهمة مثلا من ناحة الشراء من ناحة التسوق من ناحة المنتجات الموجودة كيف التعامل كيف التحويل هذه كلها موجودة في طريقة سؤال وجواب حيث أنها تسهل على العميل أنه يفهم طريقة الشراء من المتجر وحال كان عنده أي سؤال أو استفسار قبل ما يروح لعناية العملاء أو مثلا الدعم الفني حيث أنه يستعرض الأسئلة هذه ويقدر يتخذ القرار أو يلقى الحل لسؤاله هذا تقريبا بشكل عام استعرضنا لكم اليوم هذه المتهجة الإلكترونية كمنصات طريقة الشراء منها الشكل السهل والبسيط العملية الشراء والذي أغلب الناس ممكن يكون ما عنده طلاع كامل عليها الآن أصبع عندكم طلاع كامل وتقدرون تدخلون المتاجر هذه أو متاجر غيرها وتشترون من الاندرنت وتعشون تجربة فعلية للمتاجر الإلكترونية طبعا المتاجر هذه مستضافة على سيرفرات مستضافة لازم يكون لها باكهب يومي بحيث أنه لا سمح الله لو كان في خلل أو في خطأ مثلا أثناء البرمجة أثناء مثلا التطوير أو كذا بحيث أن يكون السيرفر في باكهب بإمكانك تسترجع الموقع من جديد هذا تقريبا بشكل كامل أتمنى أنكم تعيشون التجربة من ناحية السوق الإلكتروني وتشاركونا تجربتكم من عملية الشراء هل وجدتوها سهلة أو صعبة وأيضا تجربتكم فرقها عن الشراء من المتاجر العادي على أرض الواقع ويلا تشاركونا مشترياتكم وتجربتكم وشكرا والله أعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر